بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخمسة الموزن المرنة وتحليل الانحرافات هنتكلم في رابعا عن نظام التغذية العكسية وتعديل المعيير الفيدباك and standards adjusted لو أنا عندي التكاليف المعيارية والتنفيذ الفعلي طبعا التنفيذ الفعلي اللي هو بيصفر عنه التكاليف الفعلي يصفر عنه التكاليف أو ينتج عنه التكاليف الفعلي لابن عندي تكاليف ميارية وعندي تنفيذ فعلي المقارن بينهم اطلع لي انحرافات غالبا ما بكونش الرقامين أدبعات تصنف علينا انحرافات حتمية وانحرافات غير حتمية الانحرافات غير الحتمية لا يعترب بها ولا تعدل بها التكاليف المعياري أما انحرافات حتمية ستعدل بها التكاليف المايرية فعلى سبيل المثال لو التكاليف المايرية 100 ألف والتنفيذ الفعلي أصفر على أن التكاليف الفعالية أصفر على أن التكاليف الفعالية كانت 120 ألف لما نقارن بين الرقمين سنلاقي فيه انحرافات قدرها الفرق بين 120 ألف ناقص 100 ألف حالها فيه 20 ألف بالموجب يعني الفعلي أكتر من المعيار اللي كنا حطينه فيبدأ في غير صالح المنشعة لما يكون الانحراف بالموجب يبقى فيه غير صالح هيصنف إلى انحرافات حتمية وانحرافات غير حتمية فعلى سبيل المثال أو مثلا بفرض أن الانحرافات الحتمية كانت 5000 يبقى الباقي من الـ 20 كام؟ 15 ألف دي الباقي من الـ 20 ألف الـ 15 ألف دي لا يعترب بها ولا تعدل بها المعيار أما الـ 5000 هتعدل بها التكاليف المعيارية اللي تصبح كام؟ بدل ما كانت المية ألف تتغير تبقى كام؟ 105 ألف لأن التنفيذ الفعلي كان زيادة عن المعيار اللي كنا حطينه يبقى إذا كان فيه خطأ في المعيار فنعدل المعيار ونكبره بدل مية يبقى 105 ألف بس هيعدل بالكام؟ مش بـ 20 ألف كلهم بالـ 5000 اللي هي الانحرافات الحتمية فقط طب لو العكس لو التكاليف المعيارية مية ألف والتنفيذ الفعلي أصفر عنه إيه؟ التكاليف الفعالية؟ التكاليف الفعالية المرة دي كانت أقل من المعيارية كانت 90 ألف لما نقارن بينهم عند مقارنة التكاليف المعيارية مع الفعالية هنلاقي إن فيه انحرافات عشر تلاف بالسالب جات من إن السالب؟ إحنا بنقول تكاليف فعالية ناقص تكاليف معيارية دايماً فعالية ناقص معيارية فيطلع 90 ألف ناقص المية ألف يطلع عشر تلاف بالسالب بالسالب يعني في صالح المنشأة يعني وفرنا في التكاليف يبقى ده في صالحنا لو جينا نصنفه إلى انحرافات حتمية وغير حتمية دي بفرض إن الحتمية كانت خمس تلاف يبقى غير الحتمية الخمس تلاف الباقي لأن الحرافات كلها كانت عشرة طلع منها خمس تلاف افترضنا ناكت معطى يبقى الباقي الخمس تلاف الثاني الانحرافات غير حتمية الخمس تلاف لا يعترب بها مش هتأثر أما الانحرافات الحتمية الخمس تلاف هتعدل بها التكاليف المعيارية اللي تصبح كام خمسة وتسين هنا باقت التكاليف المعيارية اللي تم وضعها كان مغالة فيها عن التنفيذ الفعلي وبالتالي المية ألف دي نخفطها بس مش نخفطها بالعشر تلاف انحرافات كلهم نخفطها بالخمس تلاف الانحرافات الحتمية فقط اشتركوا في القناة